السلام عليكم أخواتي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة طبخ سمية اليوم بإذن الله مع وصفة جديدة هادي نشوف فيها طريقة تحضير خبز السميد بطريقة مختصرة وسهلة جدا هادي تحصلوا على وحد الخبز هاكا لي كيجي خفيف ومفشفش والمنظر دياله كذلك كيجي أكتر من رائع وبمكونات لي هي مضبوطة فطراحة هادي الخبز كنحضروا ملي كنكون هاكا يعني زربانة ما كيكونش عندي الوقت لأنه كيتحضر في وقت لي هو قصير يعني ما كيحتاش مدة طويلة لأننا غادي نخمروه فقط مرة واحدة وكذلك بدون دلك وبدون تعب هادي تحصلوا على وحد الخبز اللي كيجي هاكا طري وكيجي رطبو خفيف فنتمنى أنكم تجربوا الوصفة تخليوا لي الآراء ديالكم وبلما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير فغادي نبدأوا بسم الله على بركة الله غادي ندير معكم المقادير وطريقة في نفس الوقت في واحد الإيناء غادي نوضع الكمية ديال 500 ميلي لتر من الماء الماء يكون دافئ ماشي سخند الزف وماشي بارد نضيف لهذا الماء بنسبة للكمية ديال 500 ميلي لتر فما يعادل ثلاثة ديال كؤوس ونصف من الماء ثم غادي نقوم بإضافة واحد الملعقة من الخميرة الفورية خميرة الهبس ملعقة الطعام ثم ملعقة من السكر سكر حبيبات ثم غادي نقوم بإضافة السامد بنسبة السميدة سنضيف سميدة رقيقة ديال بسبوسة وديال الحرشة اللي كتكون على هات الشكل هذا وبنسبة للكمية فقد نضيف للكمية ديال ثلاثة ديال الكؤوس ما يعادل 350 جرام من السامد ثلاثة ديال الكؤوس غير ممتلئة سنخلط الكل جيدا بهذا الشكل هذا ثم غادي ناخد الخلاط أو هتاخدو الميكسر وغادي تخلطو الخليط ديالكم جيدا هات السامد نحاولو نخدموها مزيان لان السامد تبغي شوية ديال يعني دليك فبهالطريقة هاتي ما ديش تحتاجو نهائيا انكم دلكو العجينة سفي بعد ما خلط الخلط كيفما كتشوف هتقدرو كذلك تديرو حتى في الخلاط الكهربائي غادي الآن نغطيه ونخديه كيرتاح واحد المدة ديال خمستاش لدقيقة ورجعو نتلقى وبعد ما مردك المدة ديال خمستاش لدقيقة ورتاح الخليط ديالنا فغادي نبدأ الآن في إضافة الدقيق فغادي نحاول كذلك نعبر معكم الكيميا ديال الدقيق كيفما كتشوفو هنضيف هنضيف هناليا الكيميا ديال الجوشكيسان ديال الدقيق مايوعدين ميتين جرام وغادي نضيف كذلك واحد الملعقة صغيرة من الملح وغادي نخلط الكل وغادي نستمر في إضافة الدقيق حتى كتجمع عندي العجينة وكنحصل على واحد العجينة اللي كتكون رطبة ومتناسكة في نفس الوقت وبالنسبة الكيميا ديال الدقيق اللي غادي نحتاجها فغادي نحتاجه من 450 جرام ديال الدقيق حتى ال 500 جرام يعني انا عجينة اخذت لي 450 جرام مايوعدل ربع ديال كؤوس ونصف ميناء الدقيق فغادي نوضع الان العجينة فوق سطح العمل وغادي نضيف عليها بحالكة واحد الملعقة صغيرة ممتلئة من الزبدة من الافضل انها تكون زبدة حيوانية باش هكا كتعتكم ما داقل ديد في الخبز ديالكم سافيو غادي تحاولو انكم تدخلو هديك الزبدة في العجين ومن الافضل انها تكون كذلك بدرجة حرارة المطبخ سافيو غادي تدلكوها بحالكي يعني غاي كتدخلو في هديك الكيمية ديال الزبدة وكيف ما كتلاحظو ركي يكون القوام ديالها على الشكل هادا كتكون عدنا عجينة رطبة وفي نفس الوقت هنتو ما متماسكة ولكن ركي تبقى غاكة خفيفة يعني ما كتكونش قصحة بزاف باش ميجيكمش الخبز مدقص سافيو الآن مباشرة غادي ناخد القليل من الزيت وغادي نحتاج كذلك القليل من السميد وغادي نرش بحالها كالقليل من السميدة وغادي ندهن اليدين ديالي بالزيت وغادي نقسم العجين فكيف ما تلاحظو رمخ لناه لا يختمر لاتشي حاجة يعني مباشرة غادي نقسمو العجين ديالنا بهات الشكل هادا بالاستعانة بالزيت فكتقسوا اليدين ديالكم بالقليل من الزيت او القليل من الماء وبالنسبة للحجم ديال الخبز فانتو ما كتتحكموا فيه تقدروا تديروه صغير او كبير حسب الرغبة ديالكم فبالنسبة لي انا هاد العجينة هادي قسمتها هنا يوم لحداش القطعة فكيف ما كتلاحظو بعد ما يعني قسمتها كناخدها كوحدة زليفة كنوضع فيها الماء وكندهن الوجه ديالكل وحدة هاكا بالماء وكنوضعها في السميد فكنتمنى ان الطريقة تكون واضحة هانتو ما كتدهنوها بالماء وكتوضعها بحلاكة في السميدة وكتوضعها في واحد اللاطة اللي كتدخل الفن انا نفرشها بوراق الزبدة تقدروا تدهنوها بقليل من الزيت وترشوها بسميدة وتوضع فيها العجين ديالكم سوف نستمر بها الطريقة هادي حتى كنستفهم كلهم في اللاطة ورجعوا نطلقهم سوف نضغط عليهم واحد شوية بعد الشكل هذا فكتحاولوا انكم يعني ما تخليهم شغلات بزاف لان العجينة كيفما كتعرفوا ما خمرناهاش فغادي نرققهم واحد شوية هكا لانهم ما زال غادي ينتافخوا لان العجينة كيفما كتلكم من اللي ما كنخمروهاش يعني في المرة الاولى فمن اللي كتبغيوا هكا يعني تقرسوا الخبز ديالكم فكتحاولوا انكم ترققوه لانه من بعد غادي ينتافخ ثم الآن غادي ناخد واحد سيكين او شفرة اللي كتكون هكا حادة وغادي ندير بحال هكا خط في الوسط فتقدروا تديروا التجوج خطوط مهم حسب الرغبة ديالكم ما نوضعت هكا واحد الخط في الوسط وغادي نغطي الان على العجين ديالي وغادي نخليه الان كي اختامر جيدا فكتخلي واحد تكي يضعف الحجم ديالو ورجعو نتلقاوه وبعد ما اختامر الخبز ديالنا كيفما كنتشوفو على هات الشكل هذا واضعف الحجم ديالو فهم الضروري تخليو كي اختامر في هات المرحلة جيدا حتى كي يولي لات الشكل هذا فانتم ما شوفهم اللي كنضغط عليه فكتولي هكا العجينة كاطلة كتعرفوا بانه اختامر وحتى بالنسبة لمدة رمخ دايش مدة طويلة باش اختامر لانه اه الجو الآن سخون صفي الآن غادي ندخلو الفن بالنسبة نسخنه على ميتين وخمسين داران ونشعله من الفوق ومن الاسفل صفيحة كيتحمر ونخرجوه ونطلقاوه باش نشوفو الشكل ديالو بعد ما نخرجوه من الفرن وكم لاحظا ملي كيتحمرو هكا الخبزة ديالنا يعني كي يطيبو كي بقالهم واحد شوية واحد المدة ديال جوش دقايق كنخرجوهم من الفرن وكندهنهم بالقليل هكا من الزيت فبنسبة لها الزيت ركا تعطيهم هكا اللون في الاخير فليبغاء ميدهنهمش بالزيت فهم كله ميدهنهمش يعني خليهم بحالها كذلك كي يجو محمرين ولكن الزيت هكا تعطيهم لون احسن وتقدروا كذلك ترشوهم حتى تقدروا الماء في واحد البخاخ وترشوهم من الفوق فكذلك كي يعطيهم اللون وكي يجو هكا محمرين سوف يترجعهم من الفن كي يكملوا الطياب ديالهم وكيف مما كتشوفو فكي يكون هذا هو الشكل الخبزة ديالنا بعد ما خرجهم من الفن فالان يلا خرجهم من الفن وما ما زال سخونين ونخليهم كي يبردوا واحد شوية باش نوريكم الشكل ديالهم كيفاش كي يكون كذلك من الداخل فكي يجو نهائلين وكي يجو خفاف وكي يجو الشكل ديالهم زوين بزاف وكي يجيو كذلك محمرين كيف مما كتشوفو فبالناسبه هكذا الأزياد كيف مما كتشوفو فبالناسبة هكذا يجو هكذا كيف مما كتشوفو كي يكونون الخبزة ديالنا بهذا الشكل هذا كي يجو هائلين شوفو الشكل ديالهم من الداخل كي يجو هكا خفاف وكي يجو رطبي انتمنى ان الوصفة اليوم من الاعجاب اليكم انكم تجربوا هذه الخبيزة بالساميذ فكيجي ورائعين وهائلين وكيف ماشتورة طريقة تحضير ديالهم كتبقى جيد سهلة ووصلنا لنهاية الفيديو فاذا اعجبكم فيديو اليوم فما تبقوا شارية بلايك ووصلوا الاكبر عدد من اللايكات اشتركوا مع الاصدقاء والاحباب باشتعون فائدة واشتركوا كذلك في القناة اذا كنتوا اول مرة كتزوروها وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات اتلقوا في فيديو قادم عسفة اخرى دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته